بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان أدس 143 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح حياكم الله وبركاته فيكم قال المؤلف رحمه الله في باب الصداق فصل وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا وجب مهر المثل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان أبوها ميتا وجب مهر المثل هذا معناها أن هذه التسمية لا تصح لما فيها من الجهالة فلا يدرى أي المبلغين يكون صداقا وأيضا ليس لها مصلحة في كون أبيها ميتا فهذا التعليق لا فائدة من ورائه فيكون هذا الصداق غير صحيح كأنه لم يوجد ولها مهر المثل من نسائها نعم وعلي إن كانت لي زوجة بألفين وعلى وعلى إن كانت لي زوجة بألفين أو لم تكن بألف يصح بالمسمى نعم وإذا قال إن كان لي زوجة فالمهر يكون ألفين وإن لم يكن لي زوجة فالمهر يكون ألفا صح بالمسمى لأن لها غرضا صحيحا إذا لم يكن له زوجة لأنها تسلم من الضرة فيصح بهذا المسمى ويطبق عليه الواقع فإن كان له زوجة كان لها ألفاني لأنها تتضرر بوجود الضرة فتضخم المهر وإن لم يكن لها زوجة خف المهر لأن لها غرضا صحيحا من ذلك نعم وإذا أجل الصداق أو بعضه صح إذا أجل الصداق لأن الصداق الأصل أنه يجب بالعقد أنه يجب بالعقد وأنها تستلمه في الحال هذا هو الأصل ويجوز أن يؤجل فيقول إذا حل مثلا يتزوجها على مهر يحل فيه بعد سنة أو بعد سنتين فهذا صحيح لأن الصداق يقبل التأجيل نعم فإن عين أجلا وإلا فمحله الفرقة فإن عين أجلا فإنه يتعين الأجل لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطه فإذا كان قال إلى سنة أو إلى سنتين أو إلى شهر كذا أو إلى سنة كذا فإنه يصح التعيين فإذا حل الأجل وجب عليه دفع المهر إذا طالبته به وإذا أجل بدون تحديد الأجل فإنه يتمدد إلى الوفاة فإذا حصلت وفاة أحدهما حل الصداق نعم أو الفرقة نعم قال فإن عين أجلا وإلا فمحله الفرقة محله الفرقة بطلاق أو بموت إذا حصلت الفرقة بين الزوجين بطلاق أو فسخ أو حصلت بموت أحينئذ يلزمه دفع الصداق لأن هذا نهاية الأجل نعم وإن أصدقها مالا مغصوبا أو خنزيرا ونحوه وجب مهر المثل إذا كان المهر حراما إذا كان المهر حراما محرم الانتفاع به كالخمر والميتة والخنزير فهذا لا يصح لأن الله حرم هذه الأشياء على المسلمين فوجود هذا الصداق كعدمه فكأنها زوجت بدون صداق فيكون لها مهر المثل نعم وإن وجدت المباحة معيبا خيرت بين عرشه وقيمته إن وجدت المباحة الصداق المباحة معيبا فيه عيب كأن أصدقها دراهم أو ذهبا فوجدت فيه عيبا أو أصدقها عبدا فوجدت فيه عيبا أو دابة فوجدت فيها عيبا فإنها حينئذ تأخذ أرشه تأخذ أرش النقص يصح بالمسمى ولها أرش النقص وهو قيمة وهو قيمة العيب أو الصفة المفقودة نعم خيرت بين أرشه وقيمته نعم خيرت بين أرش بين أخذ الصداق المسمى المعيب مع أخذ الأرش وهو النقص نعم وبين قيمته بأن ترفض أخذه وتأخذ قيمته وهي مثل المثلي وقيمة المتقوم نعم وأن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحة التسمية إذا تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحة التسمية لأن للأب أن يتمول من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه فتصح هذه التسمية ويكون الألف لها والألف الثاني لأبيها نعم فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف نعم ولا شيء على الأبي لهما لو طلق قبل الدخول وقد جعل صداقها ألفين نعم ألفا لها وألفا لأبيها طلق قبل الدخول فهذا طلاق قبل الدخول هذا طلاق قبل الدخول وقد سمي المهر والله جل وعلا يقول وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم وهو هنا فرض لها ألفين ألفا لأبيها وألفا لها نعم فيرجع بالألف الذي لها لأنه هو النصف وأما الذي لأبيها فلا يرجع به لأنه رجع بالنصف وأبوها قبض الألف الذي له ولا سبيل إلى أخذه منه فيرجع بالألف الذي لها لأنه هو نصف المهر نعم قال ولا شيء على الأبي لهما نعم نعم ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها أما إذا شرط بعض الصداق لغير الأب كأخيها أو ابنها أو عمها الولي الذي زوجها غير الأب غير الأب ليس له أن يأخذ من صداقها شيء إلا بإذنها ولا يصحا يشرط له من الصداق شيء فيكون كل المسمى لها فإذا تزوجها على ألف لها وألف لأخيها أو عمها أو ابنها فإن المسمى كله لها ولا يستحق وليها شيئا منه إلا ما سمحت به نفسها لقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا نعم سلام عليكم فيخالف يخالف الولي غير الأب لأن الأب له أن يتمول من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه ولو لم يأذن الإبن لأن الولد وماله لأبيه وأما غير الأب فلا يملك هذه الصلاحية إلا ما سمحت به سمحت به الزوجة من صداقها له نعم احسن الله إليكم قال ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صحا كذلك من صلاحيات الأب أن له أن يزوج ابنته بدون صداق مثلها أن يزوجها بدون صداق مثلها ولو كانت ثيبا لأن الأب له صلاحية الأخذ من مال الولد فكأنه أخذ من صداقها إذا زوجها بأقل من مهر المثل فكأنه أخذ من صداقها فله ذلك أما إذا زوجها غير أبيها بدون مهر المثل فإنه لا بد من مهر المثل إلا إذا سمحت نعم قال وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صحا نعم وإن لم تأذن فلها مهر المثل وإن لم تأذن فمهر المثل نعم لأن غير الأب ليس له صلاحية في أن يزوج موليته بدون مهر المثل نعم وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج نعم وإن زوج ابنه الصغير نعم بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج إذا زوج كذلك الأب إذا زوج ابنه الصغير لأن للأب أن يزوج الصغير نعم أو هو من دون البلوغ نعم فله أن يزوجه فإن كان بمهر المثل هذا لا يشكال فيه وإن زوجه بأكثر من مهر المثل فله ذلك ويصح لأن الأب يتصرف عن ابنه وربما يكون هذه الزيادة لمصلحة الابن نعم فهو ينظر في مصلحته ولا يمكن أن يزيد في المهر إلا أن فيه مصلحة لهذا الابن ويكون هذا الصداق في ذمة الإبن في ذمة الزوج لا يكون في ذمة الأب نعم لأن الأب وكيل والوكيل لا يتحمل ما يجب على الموكل فيكون الصداق سواء كان مهر المثل أو أكثر يكون في ذمة الزوج وهو الإبن نعم سأل الله إليكم قال وإن كان معسرا لم يضمنه الأب نعم لأن الأب وكيل والوكيل لا يتحمل ما يجب على الموكل نعم أحسن الله قال فصل وتملك المرأة صداقها بالعقد نعم يبتدي ملكية المرأة صداقها من صدور العقدي نعم ولها نماء المعين قبل القبض وضده بضده هذا هذه ثمرة ملكيتها للصداق من العقد أنه إذا أنتج هذا الصداق إذا أنتج هذا الصداق نماء منفصلا فإنه هذا النماء يكون لها لأنه نماء ملكها لأنه نماء ملكها نعم قال ولها نماء المعين قبل القبض وضده بضده نماء المعين إذا قال هذه الدابة صداقها هذه الدابة فولدت الدابة أو هذه الشجرة فأثمرت هذه الشجرة فلها نماء هذا المهر المعين لأنها تملكه وتملك نماءه أما إذا كان المهر غير معين كما لو قال لو أصدقها جارية أو أصدقها شجرة غير معينة أو جارية وصفتها كذا وكذا موصوفة في الذمة فنتاج هذا الشيء يكون للمالك وليس للزوجة لأنه لأنه ما دام لم يسلم هذا الشيء فهو ملكه فله نماءه وليس للمرأة لأنه غير معين نعم وإن تلف فمن ضمانها إلا أن يمنعها زوجها إذا تلف المهر المعين قبل أن تقبضه إذا تلث المهر المعين قبل أن تقمضه فهو من ضمانها لأنها ملكته بالعقد كما سبق وهذا من ثمرات ملكيتها للصداق من بداية العقد أنه لو تلف يكون من ضمانها لأنه على ملكها أما غير المعين إذا تلف فإنه من ضمان الزوج من ضمان الزوج نعم إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه المعين المعين إذا تلف قبل القبض فهو من ضمانها لأنه على ملكها إلا إذا منعها زوجها من قبض هذا المعين فتلف فإنه يضمنه هو لأنه متعد بمنعه إياها من قبضه وفيكون تلفه عليه لا عليها نعم ولها التصرف فيه وعليها زكاته هذا من ثمرات كونها تملك الصداق بالعقد من ثمراته أيضا أنها تجب عليها زكاته إذا كان مالا زكويا وحال عليه الحول فإنها تزكيه لأنه ملكها نعم ودين في ذمة الزوج إيش قال ولها التصرف فيه ولها التصرف فيه أيضا بأن تبيعه أو تهبه هذا في المعين في المهر المعين لأنه ملكها نعم قال ولها التصرف فيه وعليها زكاته نعم إذا حال عليه الحول وهو يبلغ النصاب فإنها تزكيه لأنه مالها ولو لم تقبضه نعم وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل نعم إذا طلق قبل الدخول طلقها قبل الدخول فله نصفه له نصف المهار لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فردتم لهن فريضة فنصف ما فردتم فإذا كان لها صداق معين وطلقها قبل الدخول فإنه يرجع بنصفه إلا النماء المنفصل فإنه يكون لها لأنه نماء ملكها نعم وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه نعم والنماء المتصل كما لو سمن العبد أو الدابة هذا نماء متصل فله نصفه بدون النماء لأن النماء لها سواء كان متصلا أو منفصلا لكن المنفصل يمكن أخذه على حدة بخلاف المتصل فهذا لا يمكن أخذه فيثمن يثمن هذا المهر كأنه خال من الزيادة فيأخذ نصف القيمة نعم وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به فقوله إذا اختلف الزوجان في الصداق اختلف في قدره هو قال إنه ألف وهي قالت إنه ألفان نعم فقوله لأنه غارم مع يمينه قوله مع يمينه نعم هذه واحدة أو عينه أو عينه قالت أصدقتني هذه الدار وقال هو لا أصدقتك هذه السيارة ما أصدقتك بيت ولا دار فالقول قوله مع يمينه لأنه غارم نعم أو فيما يستقر به أو فيما يستقر به وهو الدخول قالت أنت دخلت علي خلوت بي يا لابد أن أنا ما خلوت قالت أنت خلوت بي لأجل يستقر كله قال لا أنا لم أخلو بك لأجل يرجع بي نصفه نعم فالقول قوله أيضا لأن الأصل عدم الدخول حتى تثبت أنه دخل بها نعم وفي قبضه فقولها أما إذا اختلف في قبضه لأن قال الزوج أقبلتك الصداق قالت أبدا لم أقبله منك فالقول قولها هي لأن الأصل عدم القبض لأن الأصل عدم القبض نعم مع يمينها أو قبلها مع يمينها نعم قال رحمه الله فصل يصح تفويض البضع يصح أن تزوج المرأة بدون تسمية مهر أصلا العقد صحيح لو زوجت ولم يسمى لها مهر فالعقد صحيح وهذا ما يسمى بتفويض البضع كان يقول زوجتك ابنتي ولا يذكر مهرا فيقول قبلت فيصح هذا العقد لتكامل شروطه وأركانه والصداق ليس ركنا في العقد وليس شرطا فيه وإنما هو شيء واجب بالعقد واجب بالعقد فيصح وتسمى هذه بالمفوضة ويفرض لها مهر المثل نعم قال يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر نعم المرأة المجبرة وهي الصغيرة يزوجها أبوها بدون مهر على المذهب الصغيرة البالغة الصغيرة البالغة أما الصغيرة التي لم تبلغ فهذه لوليها أن يزوجها بدون إذنها لأنها لا تعرف مصالحها فإذا زوجها بدون مهر صح العقد ويكون لها مهر المثل لأن لا يخلو النكاح أو زوج الكبيرة البالغة بإذنها أو زوجها غير أبيها بدون مهر بإذنها فإن العقد يصح ولكن لا بد من المهر يسمى لها مهر المثل نعم قال أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر نعم وتفويض المهر بأن يزوجها ويصح تفويض المهر بأن يزوجها على مهر ويترك تقديره يترك تقديره للزوج يقول زوجتك إياها على مهر أنت الذي تحدده هذا تفويض لمبلغ المهر نعم حسن الله قال أو أن يحدده فلان زوجتك على مهر يحدده فلان فيصح ويكون لها مهر المثل نعم قال وَتفويض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي نعم فلها مهر المثل فلها مهر المثل ولا يرجع إلى الأجنبي ويقال له حدد أو الزوج يقال له حدد لأن هذا مجهول لأنه حين العقد مجهول فهذا المهر يكون غير صحيح ويكون كأنه غير موجود من الأصل فلها مهر المثل نعم قال فلها مهر المثل بالعقد نعم بموج بالعقد نعم ويفرضه الحاكم بقدره ويرجع إلى تقدير مهر المفوضة أو المفوض مهرها يرجع في تقديره إلى الحاكم لأنه هو الذي يحسم النزاع نعم وإن تراضي قبله جاز نعم قال ويفرضه الحاكم بقدره وإن تراضي قبله جاز إن تراضي بدون الحاكم على تقدير المهر جاز لأن الحق لهما فإذا تراضي على مقداره وتصالح على مقدار مبلغ معين ولم يرجع إلى الحاكم صح إنما يرجع إلى الحاكم عند النزاع في التقدير نعم ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه نعم ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه نعم يصح لها أن تبرئ الزوج إذا كانت مفوضة زوجت على غير مهر زوجت على غير مهر فلها مهر المثل إلا أن تبرئه منه وتسقطه عنه فإنه يسقط عنه لأن الحق لها قوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا نعم ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر نعم إذا زوجت على غير مهر إذا زوجت على غير مهر ثم توفي أحدهما قبل الإصابة يعني قبل أن يدخل بها أو يطاها نعم ورثه الآخر ورثه الآخر بموجب العقد الصحيح فالزوجان يتوارثان بعقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة نعم ولها مهر نسائها ولها مهر نسائها سواء كانت هي الميتة أو هو الميت يقدر لها مهر نسائها مع الإرث لأنها زوجة إذا ماتت تريثه لأنها زوجته أو ماتت هي فإنه يريثها لأنه زوجها لكن يدفع المهر نعم قوله مهر نسائها يعني مثلها نسائها يعني قريباتها مهر نسائها يعني قريباتها مهر قريباتها من أخواتها وخالاتها وأمها نعم وهذا أخص من العبارة السابقة معنا مهر المثل مهر المثل مهر المثل أي كلها المهر المثل يعني مهر نسائها وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره إذا طلقها قبل الدخول ودون تسمية للمهر نعم هذه مفوضة هذا معناه المفوضة إذا طلقها قبل الدخول فإن لها المتعة بأن يعطيها شيئا من المال قال سبحانه وتعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضو لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين فيسنوا أن يمتعها إذا طلقها قبل الدخول ولم يسمي لها مهرا إن كان سمى لها مهرا فعلى النصف كما سفق وإذا لم يسمي لها مهرا فلها المتعة وهي أن يعطيها شيئا من المال على قدر حاله يسرا وعسرا نعم على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين هذا دليل على أن التمتيع سنة وليس بواجب في هذه الحالة نعم أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا مستمعين الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول نسمع هذه تحية من زميلي فيها نلست الصوت عبدالله عريف الحربي حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا